بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أهلا وسهلا بكم أعضاء قناة وصفات من الآخر للبنات النهاردة بإذن الله هيكون موضوع الحلقة مش عن وصفات خالص هشرح لكم حل مشكلة جات لي أسئلة كتير جدا من بنات لي قنوات إن الستوديو اليوتيوب مش بيفتح عندها الستوديو اليوتيوب مش بيفتح عندها من جوجل كورو لو هي من أزلات تدريب الستوديو اليوتيوب بيفتح من التطبيق إنما ما بيفتحش من جوجل كوروم وده ضروري جدا عشان نقدر نحط الفواصل الإعلانية لأن عشان نقدر نحطها من التطبيق العادي فأنا بقول لكم امسحوا التطبيق واحدثوه تاني يعني نخش على مدجر جوجل بلاي أما نخش على مدجر جوجل بلاي نمسح التطبيق هقول لكم دلوقتي إزاي وننزله تاني زي ما احنا شايفين عشان نفتح مدجر جوجل بلاي ما تتكيش على كلمة فاتح لا اتكي على الصورة اللي هي الدائرة اللي فيها ألوان دي هيجيلك إلغاء التثبيت لو اتكيتي على كلمة فاتح الأولانية مش هيجيلك تحديث اتكي على الصورة الملونة اللي عليها دائرة خضرة بتلف قدامنا دي وبعدين اعملي إيه إلغاء التثبيت هيجيلك كلمة تحديث قوم حدثة دلوقتي بتحدث معانا دلوقتي هو بتحدث معانا أول ما تعمل خطوات دي بإذن الله يشتغل على طول لما تفتحيه من جوجل كروم مطبقه الطريقة دي يبقى نخش جوجل كروم اول حاجة نكتب نخش قصدي على مدجر جوجل بلاي ونكتب تطبيق جوجل كروم ما نتكاش على كلمة التطبيق نتكاش على اسمه نتكي على صورته نتكي على الصورة هيجي لك الغاء التثبيت تتكي على الغاء التثبيت هيجي لك تحديث تتكي على تحديث هيقوم فاتح معاك على طول زي ما احنا شايفين بالمنظر ده فاتح معنا بقى وبنفتحه بكل اريحية وبكل سهولة جدا جدا والتطبيق نزل على الشاشة الرئاسية هوت الطريقة دي ات مضمونة وانا مجربها وبنت كتير مجربانها ياريت نشارك